بيار الإسلام السياسي يعني واحد يحتاج قياداته تحتاج إلى أنها تعمل عملية مراجعات قوية جدا مع نفسها ومع ما فعلته بالبلد وما استفدت منه وما أضرت بالبلد منذ ثورة يناير حتى الآن يعني أول حاجة لازم تحدث مراجعة لأنها يعني حدث جلل اللي حصل بالنسبة له اتنين عليهم يفهموا طبيعة المجتمع المصري خصوصيته وسطيته تهر الإسلام السياسي للأسف دخل في مناطق في صلب الدولة المصرية حاول ضرب مؤسستها أو أعملتها الرئيسية مؤسست عسكرية المحكمة الدستورية القضاء الكنيسة المصرية ده أمر لا يقبله أي مواطن ولكن هل غامروا بكل الأوراق التي لديهم أم أن هناك فرصة ما زالت سانحة أمامهم وعن طريق مثلا تقدمهم أشخاص آخرين الفرصة سانحة على أساس أنهم يترشحوا لرئاسة الدولة لأي منصر لا من حقهم طالما الأحزاب قائمة بس أنا عايزة أقول حاجة أن طيار الإسلام السياسي طيار مصري خالص موجود داخل مصر يا أخوانا لا ينبغي إقصائه كل الخطابات اللي لازم تطلع من كل القوة السياسية المصرية بعدم إقصاء طيار الإسلام السياسي وطيار الإسلام السياسي ينبغي أنه هو يستمر وبأي صورة من الصور وأن الخطاب اللي ألقى مبارح الفريق السيسي واللي قال فيه أنه لا إقصاء ده يعني أمر جيد جدا النهاردة خطاب رئيس الجمهورية المؤقت وأعتقد القوة السياسية كلها ظلني أنها متفق على ده عايز برضو الإعلام يهيئ الرأي العام أن طيار الإسلام السياسي موجود يا أخوانا وطيار أصيل في الشارع المصري له حجمه يخد فيه الانتخابات أنا أريد أن يمرس السياسي مصر كسبت وشعب مصر كسب لما طيار الإسلام السياسي دخل فيه العملية السياسية لا ينبغي إقصاء وطيار الإسلام السياسي ظهرت بعض الأمور السيئة أو بعض التصريحات اللي كانت بتحسب على قياداته وده أمر كان ينبغي أن نرفض